جاءت زيارة وفد منظمات الأمم المتحدة برئاسة نائم مناصقة شؤون الإنسانية للأمم المتحدة للإطلاع على أهم الاحتياجات الأساسية لمحافظة تعز التي يعيش قرابة 80% من سكانها تحت خط الفقر وتزاد المخاوف في ظل استمرار التحذيرات الأممية من انقطاع المساعدات الإنسانية التي تشهد نقصا كبير في طريقها نحو الانقطاع فهل تلبي زيارة الفريق الأممي تطلعات المواطنين في تعز؟ زيارة منصقة شؤون الإنسانية لمحافظة تعز لا تعني لنا شيئا لأن مثل هؤلاء الذين يكثرون من الوفود والزيارات لا يزيدون إلا ضررا بتعز لا يلتفتون إلى معاناة المواطن البسيط وإنما يلتفتون إلى ما يقوله الساسة والمطرفون تحت المكيفات نريد أن يتكلم بالحقيقة ما شاهده بمحافظة تعز زيارة والأخيرة على المعابر الموجودة والضغط على الميليشيات الحوثية بفتح المعابر الأساسية بحيث أن المواطن يشملوا الأسعار يشملوا المستشفيات بحيث أن يلوح يتعالك في صنعات في عدم يلبي طلبات يوصل الرسالة الإنسانية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما أسعار الحبوب بين الحين والآخر وسط توقعات ترجح استمرارها بالارتفاع إلى مستويات ليس من السهولة بمكان السيطرة عليها يبعث على نوع من القلق في ظل نظوم تنويل العمل الإنساني وعدم وضع الدراسات والآليات من قبل الحكومة للحد من الأزمة وتبعاتها الاقتصادية بحسب مختصين رأينا أن المسؤولين أمميين يصرحون أن سيبدأون يقلصون مساعدتهم الغذائية إلى اليمن بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا وبالتالي هذا ما ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية وهو ما يحتم على الحكومة القيام بواقبتها والبحث عن بداء الأخرى للإستيراد وتغطية الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية من القمح والسلع الأساسية الأخرى يواجه السكان في تعز وضعا غذائيا طاريا رغم ضبط أولويات يمشي رأية غير أنه يقترب من الدرجة الخامسة التي تعني وجود مجاعة موكدة وسط صمت مريب للجهات الرقابية تحكي أصورة مثل يمني قديم إن بإمكان سبع أشخاص أن يقتسموا حبة سمسم في ذلالة على الإيثار والقناعة غير أن الحرب أفقدت الناس كافة أنواع الحبوب وجرفت بإعداد مهولة نحو المجاعة أمآن لهذه الحرب أن تكف أذاها عواد الوهباني اليمن اليوم تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر